والله ما يدخل جنة أحد إلا بالتوحيد والله إن الشرك يحبط العمل إذا ما انتبهت لنفسك الواحد الطالب الآن يعمل لمستقبله يقول أدرس للمستقبل وظيفة للمستقبل رتبة للمستقبل وأي مستقبل أعظم من مستقبل آخرة ألا تريد الجنة يا عبد الله يا مسلم ألا تريد النجاة من النار فوالله الذي لا إله له لا تدخل الجنة إلا بالتوحيد ولن تنج من النار إلا إذا تركت الشرك كله صغيرة هو كبيرة لئن أشركت ليحبطن عملك إذا أشرك الإنسان بالله لا يقول له لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا بر ولا أي عمل صالح يحبط فالمسألة خطيرة جدا لذلك على المسلم أن يحذر كل الحذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع المبيقات كونوا في جانب والسبع المبيقات في جانب آخر قال وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكلوا الربا وأكلوا مال يتيم والتولي يوم الزحف وقف المحصنات المؤمنات الغافلات ويقول عيسى والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكرروا حتى قلنا ليته سكت فالمقصود أن على المسلم أن يحذر علي أن يحقق التوحيد بأن يعبد الله وحده لا شريك لك كل العبادات يجعلها لله من ركوع من سجود من ذبح من نذر من دعاء من استغاثة من استعانة من استعاذة من صدقة من نسك كل عبادة يجعلها لله وحده ولا شريك ويجتنب الشرك فلا يصرف أي عبادة لغير الله لا يحلل بغير الله ولا يتوكل على غير الله ولا يزد لغير الله ولا يركع لغير الله ولا يذبح لغير الله ولا يدعو غير الله الشرك خطير جدا أعظم ذنب يُعصى الله به الشرك قال ابن مسعود رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا شريكا وهو خلقك الله خلقك تجعله شريك من المخلوقات قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قال ابن مسعود قلت إن ذلك العظيم ثم أي قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليل تجارك